هل كان ذلك يا أستاذ جمال بالصدفة أم عن كل استحقاق وجدارة فرحة يستحقها الجمعير المغربية والجمعير العربية بلأدنى شكل صدقنا المنتخب المغربي كروينا اتكلمنا عليه قبل البطولة والناس قالوا لنا انتوا متعاطفين كعرب لكن المنتخب المغربي احنا صدقناه كروينا اتكلمنا عليه ككورة فنيات في حلقة ما قبل المنديال نهاردة المنتخب المغربي بيبرهم بشكل كبير وليد الرجراجي قدمه باراة كبيرة جدا جدا امام المنتخب الكرواتي وكرر ده امام المنتخب البلجيكي النهاردة هل هو حصل بالصدفة زي ما سألت يا كريم هل القصة كانت وليدة كرة سبتة وهجمة مرتدة وقدر المنتخب المغربي انه يفوز بالشكل ده بس لا المنتخب المغربي سير المباراة كما يريد المنتخب المغربي ماشى المباراة وادها للحطة اللي هو عايز يوصلها لهم عزل اهم مفاتيح المنتخب البلجيكي احنا كنا بنفرق على الماتش مع بعض يا كريم قلتلك ايدن هازار مش موجود كيفين دي برايني مش موجود اتنين لعبة من افضل بلايميكرز موجودين في العالم واللي اتنين بقدر يشتغلوا في وسط الملعب ويشتغلوا على الطرف واللي اتنين تم عزلهم بشكل كبير جدا سواء كيفين دي برايني او ايدن هازار خلينا روح نشوف الحالات ووريك العظمة اللي قدمها المنتخب المغربي وواليد الرجراجي بالمجموعة اللي كانت موجودة النهاردة خاصة مجموعة وسط الملعب والجناحين لانه قلنا قبل كده الف مرة الكمباكت جيم او الدفاع او الضغط بشكل منظم ما بيتم مش استخدام لاعب او اتنين او تلاتة انا بضغب بالمجموعة والترحيل بيحصل بالمجموعة وقفل الممرات التمرين ده الشكل اللي وقف بيه النهاردة المنتخب المغربي قدام المنتخب البلجيكي يا كريم دي الوقفة اللي وقف بيها المنتخب المغربي دي مش مجرد رصة للتشكيلتين اربعة واحد اربعة واحد ده الشكل النهاردة اللي قلد فاجئ به المنتخب البلجيكي وضغط على وقفل كل زوايا التمرير وقدر انه يكثف وهنا بنسميحنا في الكرة الدفاع المنطقة او الرقابة على المنطقة على الزون اللعيب واقف بيقفل ممرات التمرير والبساطة اللي بتتعمل كان بيخلي اللعيب المدافع وبيطلع بالكرة بتاع المنتخب البلجيكي ازاي يطلع بالكرة للمكان اللي عايزه المنتخب المغربي ما يروحش لنقاط القوة بيبقى دايما ألدرفيلد هو اللي بيخرج بالكرة من الخط الخلفي كان بيعنده حلين يا كريم المنتخب المغربي اكبروا بهذا الضغط بيوسف نصير بص املح واصل فين اللعيب مركز 8 واصل فين طالع بيضغط على حامل الكرة ونصير يوقف وسط الملعب عشان يمنع أونانا اللي مميز جدا في الاستلام والتسلم في وسط الملعب انه ياخد الكرة فكان بيكبره ام يرجع للمدافع فانا هنا ما بانتش الهجمة او اخرج على الاطراف وهنا مش كاتش نقطة قوة المنتخب البلجيك نفس الشكل دايما كيفين دي برويني محاصر بتلت لاربع لاعبين مش عشان انا امرقبه بتلت لاربع لاعبين ما انا كده هفضي لا لان انا كنت دايما باشتغل على الزون بكسف التواجد على منفتيح لعب المنتخب البلجيك فكنت بكبره يروح لعكس فيتسل يرجع كونال ألترفيلد اضغط عليه يطلع على الطرف مش هي دي نقطة قوة المنتخب البلجيك هو عايز دايما يروح للعمق عشان يشتغل على كيفين دي برويني الرقابة بص كيفين دي برويني انا قلتلك اي كدر هيجي معاه تلت لعبة دايما مش عشان هم مرقبينه عشان هم قفلين الزون وزوايا التمرير اللي ممكن تروحوا لكيفين دي برويني خش على اللي بعدين نفس الكلام بصوا الضغط بكام لعيب يا كريم في نص ملعب المنتخب البلجيكي ست لعبين عشان كده لما قلنا ان المنتخب المغربي هيستفيد قبل البطولة من مباراة منتخب المصر عمال منتخب البلجيكي والضغط اللي ننفذه روي فيتوريا والضغط وقفل زوايا التمرير على المنتخب البلجيكي واكبره بالخروج على الأطراف هي دي كانت النتيجة ضغط بص هنا كل لعيب بيضغط على زوايا التمرير أربع لعبين كل لعب منهم قفل زوايا التمرير بشكل كبير ونرجع تاني لصديقنا في السجب في الفقرة دي ارجع تاني عليش آخر آخر صورة آخر صورة دي رجع عليها تاني صديقنا قلنا كل فريم هنتكلم عليه وهتيجي الصورة على كيفين دي برويني هتلاقي حوليه كم لعب تلات لعبين للمرة الخمسة فتتكرر معنا تحية للمنتخب المغربي تحية لوليد الرجراجي كل جميع المنتخب المغربي النهاردة كانوا فوق العادة نتمنى منهم التركيز جدا جدا في مبارات المنتخب الكندي الواعد مش اقول منتخب كبير منتخب واعد نقطة وحيدة كفيلة بصعود ومنتخب المغربي قبل مقفل المغرب وبلجيك في رائع كمين افضل لاعب في المبارات النهاردة صوفيان مرابط بلا شك صوفيان مرابط شكرك الفترة اللي فاتت كلها والنهاردة صوفيان مرابط لعب كبير او يا كريم صح هو رمانت الميزان وحاجة للزاوية في التشكيلة دي كلها عمل مباراة خيالية النهاردة حكيم زياش بالنجومية وهدف يعني حكيم زياش خد خد السوكسية بس مرابط النهاردة عمل مباراة مش طبعا نقطة الارتكاز الكبيرة جدا في المنتخب المغربي مع كل المدربين خلي بالك في لعبة تير بتتغير حطوا صوفيان مرابط وغير عليه العشر لعبين وتحية كبيرة تاني المنتخب المغربي هتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله المنتخب المغربي في الدور التاني ويا رب ويا رب المنتخب السعودي كمان والمنتخب التونسي إذا كان هناك فرصة أمام فرصة